افتتحت أمس وزيرة الصحة العامة انجاربتنا كارميل سوكات ممثلة لرئيس الوزراء افتتحت أعمال مؤتمر وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا حول أضرار الإنسان ضد الحياة البرية والسلام البيئية والنزاعات الأخرى المرتبطة باستخدام الأراضي في إفريقيا المناسبة جرت بحضور أعضاء الحكومة وممثلية الاتحاد الإفريقي والشركاء الفنين والماليين وذلك بأحد فنادق العاصمة انجمنا تقرير هارون أبا أدم انطلقت أعمال مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا حول السلامة البيئية وأضرار البشر ضد الحياة البرية والنزاعات الأخرى المرتبطة باستخدام الأراضي في إفريقيا وقد تعاقب المتحدثون من الشركاء الماليين والفنيين منهم ممثل رئيس بنك تنمية دول إفريقيا المركزية الذي أكد حرص البنك بدعم ومصاحبة هذه الخطوة الهامة على المستوى الإقليمي وذلك من خلال آلية تمويل استراتيجيات الحفاظ على الأنظمة البيئية وتطوير مبادرات قادة الدول العضاء بالمجموعة الهادفة إلى إحداث طفرة اقتصادية وإنمائية أما الأمين العام النائب للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا فقد عبرت عن عميق امتنانها لسلطات العليا بالبلاد وذلك بتسخير الإمكانات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة لإقامة هذا المؤتمر رفيع المستوى وأشارت إلى أن الحياة البرية في إفريقيا تتميز بتنوع حيواني مذهل لذا فإن القادة الأفارقة قرروا وضع برامج عملية للحد من الصيد الجائر والمحافظة على المحميات والهزائر وجعلها مكان للتكاثر وزيرة الصحة العامة انجربتنا كارمير سوكاد ممثلة لرئيس الوزراء فقالت إن مسألة البيئة تعتبر في غاية الأهمية لكل كائن حي يعيش على كوكب الأرض والأسرة الدولية ملزمة بدعم هذه المبادرة في وقت تواجه في الحياة البرية عمليات إجرامية بأسلحة نارية وعلى الرغم من صعوبة حصر البيانات التي تدعم هذا الإدعاء إلا أنه يشكل تهديدا خطينا لبعض الحيوانات المهددة بالانقراض وأكثر الحيوانات الوحشية تضررا من الصيد الجائر هي الأفيال لذا أبدت أملها في أن يخرج هذا المؤتمر بآليات تمكن حكومات دول السياسي بإيجاد حلول مستدامة لتأمين النظام البيئي والحفاظ على الحياة البرية